نضربه مثالاً يتحقق فيه الحكم التكليفي والحكم الواضع عشان يتضح الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجليده كل واحد منهما مئة جلدة الآية دي فيها حكم تكليفي وفيها حكم واضعي طيب الحكم التكليفي ايه فاجليده احنا قولنا قبل كده ان فعل الامر يقتضي ايه الوجوب الوجوب اه فاجليده يبقى ده حكم تكليفي حكم تكليفي طفيني الحكم الوضعي الزانية الزانية والزاني اذا وجد الزنا ترتب عليه الحكم التكليفي ان لم يوجد الزنا لها ترتب عليه الحكم ايه التكليفي اه السارق والسارق السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءاً بما كسب نكالاً من الله فاقطعوا ايديهما ده حكم ايه تكليفي أي وفين الحكم الواضعي يقتضي الوجوب لكن إن لم يسرق يبقى شوف الحكم التكليفي مترتب على الحكم الواضع إذا وجد سبب السارقة وانطفيت الموانع هذا الكلام يفيد طالب العلم ويفيد العالم ويفيد أيضا عامة المسلمين بعض الناس الآن ربما يسمعنا أو يشاهدنا يقول هذا الكلام ثقيل وصعب على أفهامنا ولعله يعني لكن بالمثال يتضح يتضح المقال ما إحنا قلنا هو شوف الزكاة في مال الصبي ما أتلف الصبي ينبغي أن يضمنه حتى تخش بعد كده في مباحث الفساد العمل وصحة العمل الرخضة والعزيمة القضاء والإعادة كل هذا مباحث الحكم الوضعي طب بس تعالى في المثال المثال بتاع السارق ده والسارق إحنا قلنا أنه السبب أنه هو أنه سارق مش كده السبب أنه شارق طيب طب ممكن يوجد مانع يمنع من قطع ياد السارق ممكن إيه هو بقى أن يسرق في أقل من ربادي نوع مش كده قال لا يسرق من حرز قال لا يسرق من أجل أن يأكل أسباب كثيرة وضعها العلماء لابد من انتفاء هذه الموانع حتى يقام الحكم إلا هو يعني مثلا ده هذا الكلام ده بقى بيفيد في مسائل التكفير ومسائل إقامة الحدود ومسائل كذا من لا يضبط هذه الأمور لا يستطيع ده تحتاج إلى علماء وإلى قضاء أيوة شرعيين أيوة قضاء شرعيين لا وينبغي على الناس أن يبسط لهم هذا العلم صحيح